يا أخوان اتقوا الله اللي جايت سونا ميجوز إمام جامع يصرخ عبر مكبرات الصوت ويدعو لأهالي إلى أمر هام جدا فماذا هناك؟ شهود عيان رصدوا وقوع دق عشائرية لا يعلم ما هو سبب تلك الدق ذكر المدونون أنها وقعت في قضاء الشطرة في ذيقار أثارت الذعور والبلبلة والقلق بين المواطنين الرصاص حينها لم يتوقف أبدا بدأ المتخاصمون برمي الرصاص دون الاكتراث لأرواح الآخرين ولا لحرمة هذا الشهر الفضيل شهر محرم الحرام ولا لقدسيته هناك فيديو متداول نشاهده معا يا أخواننا يا شيعة من المؤمنين أول ليلة شهر محرم الحرام شهر الإمام الحسين شهر البكاء والمصائف مصائب زينة مصائب أبي عبد الله وبعضنا يغتر بعض بعضنا يغتر على بعض يا أخوان يا مؤمنين مرسل رضا الشلام تقل الله في أرفسكم تقل الله في عوائلكم وإن شيعتنا منا خرقوا من فاغ جديدتنا شيعتنا كونوا خيرا لنا ولا تكونوا زينا علينا المتحدث وإياكم أخوكم خادم الحسين الله الله في أنفسكم الله الله في عوائلكم الله الله في سمعة شئة مير المؤمنين لا حولنا لا قوة إلا بالله لعلينا عظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ما قولي أننا نوصل إلى هذا الحديع مؤمنين يا إخوان أرحموا أنفسكم طلقا تاية منها يتقتل إلى إنسان بريد رحوا إلى جهنم ما يشير هذا حيث عن ما تتليق بكم إنا لله وإنا إليه راجعون أول ليلة لمصاب الإمام الحسين عليه السلام أنتم تتعاركون فرغم الصرخات التي أطلقها إمام المسجد دعوة منه ومن أهالي الحي لضبط النفس وحقن الدماء فإن المتشاجرين لم يتوقفوا عن إطلاق الرصاص استمروا على هذا الحال لوقت طويل ما أعرضهم للانتقاد والذن والمطالبة بمحاسبتهم وقعت لا قد تفاعل واسعا وانتشارا في منصات التواصل الاجتماعي أفرزت كما من الآراء وردود الأفعال والتعليقات هذه بعضا من تلك النماذج المنتقات نبدأ من ستر ركابي يقول في تعليقها الله أكبر على هكذا وناس لا تفقه من دينها شيء ولا تحترموا شهر محرم من الحرام إشلون تتعاركون بهتش يوم فضيل وإلى قدسية شبيرة إشلون تعليق من مصطفى يقول مصطفى فاضل بريء منهم الإمام الحسين عليه السلام هناك أيضا مداخلة وتعليق آخر من هذه المرة من مصطفى نذهب إلى تعليق آية فاضل تقول آية فاضل هو أنتم أحد يلزمكم ويسويكم عبر التالي وياكم يوميا متعاركين هسا تلاقون السبب تافه يا على دجاج لوديتش أو ثأر قديم على القوات الأمنية اعتقال المتعاركين ومعاقباتهم هناك تعليق ومداخلة من نعمة حتى الجاهلية كان عندهم ضوابط وعهود يحترمونها فالشلون والله هو هذا المنهج الذي أمرنا أهل البيت أن نسير عليه أم إحنا بالإسم فقط مسلمين ما تدرون حرمتها الشهر وحرمة القتل فيه مداخلة وتعليق آخر هذه المرة التعليق من أحمد أبو علي يقول أحمد أين وصلت الرجعية القبلية وجهة لدى البعض السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين اللهم خلصنا من الأحزاب المنفلتة والرجعية القبلية التي هدفها عبادة الأحزاب والأصدام وتخريب البلاد هناك أيضا مداخلة وتعليق من رضا الموسى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين التمس لنا العذر فما يفعله البعض أمر مخجل جدا وينسون أنهم ارتكبوا كبيرة الكبائر حفظ الله العراقيين وأحقن دماءهم